موسيقى عزيزي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مع المغرب من القاهرة موضوع هذه الحلقة أفاق التنمية السوسيو اقتصادية في دول شمال إفريقيا في ظل وجود بؤر عدم استقرار كما في حالة الحرب في ليبيا وعدم وضوح الرؤية في الجزائر وركود اقتصاد في تونس التي تشهد انتخابات رئاسية حاليا فضلا عن التهديدات القادمة من منطقة الساحل لا يخفى على أحد أن دول شمال إفريقيا شهدت في السنوات الأخيرة تباطؤ في نسق التنمية الاقتصادية وذلك نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خاصة بعد ما يسمى بالربيع العربي الكبير نذكر من بين هذه الدول الشمال الإفريقية مصر وليبيا وتونس والجزائر التي في مجملها كانت ضحية تمرد الشعوب على الأنظمة السابقة نتيجة تدهور أوضاعهم الاقتصادية وذلك لمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية والزيادة في الأجور خاصة بما يسمى إضراب عام نقابات الشغل كما يمكن تحديد نبط كل اقتصاد من جملة هذه الاقتصاديات التي تختلف من دولة إلى أخرى وفق عوامل داخلية وخارجية قصد تطبيق استراتيجيات تنموية تتلاءم مع طبيعتها الاقتصادية والاجتماعية أشاهد أن الاقتصاد المصري يشهد نموا متساعدا منذ عام 2014 حيث زادت وتيرة الإصلاحات الاقتصادية سعيا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل نمو الناتج المحلي الإجمالي مع استمرار حالة استقرار السياسي والأمني في ربوع البلاد كما تقوم مصر بإنشاء عاصمة إدرية جديدة على أحدث النظم العالمية فضلا عن إعلان الحكومة المصرية نيتها إنشاء 14 مدينة جديدة في مختلف محافظات الجمهورية وهو ما يعكس حالة الاستقرار الاقتصادي الملحوظ وشاهد أيضا أن المملكة المغربية وهي دولة كبيرة في شمال القرى حققت تقدما اقتصاديا لا يمكن إنكاره على مدى السنوات الأخيرة الماضية وفقا لتقرير البنك الدولي انعكس على نمو أداء المملكة وتحسن مستوى معيشة المواطن المغربي وزيادة فرص ألوك الجميع إلى الخدمات العمومية الأساسية وتطور ملحوظ في البنية التحتية العمومية حيث تمتلك المملكة المغربية بنية تحتية قوية وهي في تطور دائم إضافة إلى شبكة ممواصلات تتوسع يوما بعد آخر تماشيا مع النمو الاقتصادي للبلاد في شتى المجالات ولا شك أن مصر في الشرق والمغرب في الغرب دولتان كبيرتان يمثلان ركزتان لاستقرار وتحقيق التنمية والتقدم في شمال القارة الإفريقية معنا ومعكم لمناقشة هذه الحلقة الدكتور سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية أهلا ومرحبا بسيطة أهلا محبا بكم ومعنا أيضا الدكتور أيمن شبانة مستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أهلا ومرحبا بحضرتك أهلا وسهلا في البداية دكتور سمير راغب يعني كيف ترى باعتبارك خبير يعني استراتيجي معروف الوضع في ليبيا وفي ظل حالة الحرب الدائرة هناك أشك أن الوضع في ليبيا بمسل تحدي كبير نظرا لغياب الدولة الوطنية تحولت إلى دولة فشلة هناك فوعل كثيرة من سواء كانت من خارج الأفريقية أو من خارج المنطقة بالإضافة لأن النظام العالمي لم يشكل حلحلة أو رؤية شاملة أو مقاربة ناجعة فيما تعلق بوقف الاقتتال فبالتالي عندما يكون هناك فوعل عنيفة من غير الدول موجودة يكون الجوار طبعا متمثل في السحل والصحراء اللي هي بالفعل مناطق وجود سواء كان لداعش أو للقاعدة سواء كان في تشاد أو النيجر بالإضافة للإصراعات الموجودة في السودان فبتأثر بشكل كبير في الوضع في ليبيا الحالة باحتراب أهلي بكامل تفاصيله طبعا وجود موارد داخل ليبيا سواء كان نفط أو موارد طبيعية بيكون سبب لمطامع سواء كان دول إقليمية أو دول يعني زي فرنسا يعني دول أوروبية عالمية إنها بتسعى لتأمين مصالحها يعني العالم في أوروبا معني في ليبيا في ثلاث أمور وليس في من يحكم ليبيا أو استقرار الوضع في ليبيا معني بالوقف الهجرة غير الشرعية معني بالإرهاب ومكافحته ومعني بتدفق النفط أو الطاقة وخاصة مع تراجع إنتاج النفط نتيجة عقوبات على إيران ومناطق أخرى فوجود ليبيا ما فيش دولة موجودة أمريكا منسحبة بشكل كبير بذات في عهد ترامب لم يسمي مبعوث شخصي له على طريقة أوباما وجود جماعات على كافة الأطراف مستفيدة من استمرار الصراع لا يجعلها تستجيب الاتفاقية مثل اتفاقية الصخيرات والتي هي الحقيقة تمت في المغرب وكان موافق عليها الجميع سواء كان أطراف الصراع أو الأطراف العربية أو حتى الأطراف الأممية لكن في الأخير الضبط أصبحت غير مطبقة على أرض الواقع طبعاً وضع في ليبيا بمثل تحدي كبير على مصر بصفة خاصة حدود طويلة مع ليبيا فوضى سلاح في ليبيا يعني المروح تأثير الوضع في ليبيا بيؤثر على دول شمال أفريقيا جميعاً ليس مصر فقط مصر بصفة خاصة نتيجة أن في أطراف لها موقف خصومة من مصر لكن بيأثر في تونس وشهدت عملات رهابية في بوردو في المتحف في سوسا في بنجردان داعش يعني أعلنت وجودها فيها بيأثر على الجزائر وكل الدولتين يعني سواء كانت تونس أو الجزائر بتعيش ظروف برضو فيها الكثير من حالة عدم اليقين مع وجود جماعات إرهابية داخل الدولتين مع وجود جماعات انفصالية يعني التوارق في مناطق جنوب الغربي في ليبيا لهم طموح في دولة للأمازيغ يشاركهم عشرة مليون موجودين في الجزائر وفي الاحتجاجات في الجزائر شهدنا من يرفع عالم يعني الإقليم الأمازيغي كمقدمة يعني للأسف الشديد ما أطلق على الربيع العربي سبب بها شاشة في الأنظمة فظهرت أمراض أو مكتومة داخل تلك المجتمعات فالموضوع وصل لمرحلة دلوقتي أن أطراف الصراع بتمتلك درونز طائرات بدون طيار وبقى فيه صراع على المطارات وصراع على السيادة الجوية فأصبح الموضوع لا تبدو أو لا يبدو في الأفق تسوية قريبة هناك غياب لحد كبير في الوسيط الفاعل الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع يعني هناك جهود سواء كانت بتبذل من تونس أو من الجزائر أو حتى من أطراف عربية غير أفريقية من السعودية الإمارات لكن في الأخير لا يوجد الوسيط الدولي حتى إيطاليا ما هواش محايد لأنها منحازة للوفاق أكثر من لا تعترف لحد كبير بحكومة الثاني أو ما يقوم به المشير خليفة حفتر يعني فكرة حال ليبيا من وجهة نظري في نقطة الاعتراف المتباتل لدينا الفاعل سراج لديه يعني ريكو جنيجان يعني معرف دوليا يعني أنه هو رئيس المجلس الرئاس ورئيس الحكومة والمشير خليفة حفتر له الداعمين والمعترفين بالجيش الوطني الليبي كجيش الشرعي وجيش وحيد طبعا البرلمان الليبي معترف به دوليا وتم تضميره في اتفاق الصخيرات لكن أصبحت الشرعية يعني الداخل الليبي لا يمتلك شرعية دولية الجيش الوطني الليبي غير معرف كجيش الوطني الليبي هناك وزير دفاع في حكومة الوفاق هناك ميليشيات في حكومة الوفاق يطلق عليها الجيش الليبي فإذا حدث الاعتراف المتبادل وده اللي حاولت مصر والإمارات تعمله في أكثر من جولة وماكرون حاول يعمله في فرنسا يطلق عليها فكرة أن يعترف البرلمان بحكومة الوفاق اللي لا يعترف بها حتى الآن وأن يعترف حكومة الوفاق بالجيش الوطني الليبي كجيش وطني وحيد في هذه الحالة يمكن استكمال خارطة طريق بالتحول الدستوري والديمقراطي بالدستور وبرلمان وانتخاب رئيس بدون ذلك لا يمكن فرنسا قالت أن في انتخابات قبل نهاية العام الماضي كيف تتم انتخابات في فوضى السلاح في عدم وجود كيان موحد للجهزة الأمنية عدم وجود كيان موحد للجيش الوطني الليبي فأنا أعتقد أن غياب الأطراف الفاعلة مع غياب الرغبة الداخلية لدى المتصارعين على الوصول للدولة الوطنية هناك عصابات إجرامية هناك من يحلم بالموارد الموجودة فبالتالي أعتقد هو التحدي الأكبر السؤال للتحديد أيمان شبانة سيادتك تابعت معنا مقدمة البرنامج للترابات الحادثة في ليبيا أو الانتخابات في تونس وحالة الحراكة السياسية في الجزائر كيف ترى تأثير هذه الأحداث على مجمل دول شمال القارة خاصة في مصر ودولة المغرب العربي الشغير يعني شمال القارة الأفريقية الآن أصبح بؤرة للتوتر والصراع بعد هذه الصراعات تصنف باعتبارها صراعات مسلحة كبيرة على سبيل المثال الصراع في ليبيا ليبيا فيها حوالي 1500 ميليشيا مسلحة حوالي 170 ألف مقاتل 21 مليون قطعة سلاح أطراف إقليمية ودولية عديدة تتجازب القوى السياسية والفركاء السياسيين في ليبيا ساحل ليبيا حوالي 1770 كيلو مستباح الحظر الدولي المفروض على السلاح غير مفاعل في ليبيا الكل في ليبيا الآن يغني على ليلا بمعنى ليبيا تحولت إلى القصعة التي تتداع عليها الأكل الكل يرقص الآن فوق أشلاء الوطن الليبي ليبيا المشكلة فيها أنها كانت تعاني من غياب المؤسسات بالفعل وبالتالي كان المطلوب في ليبيا بعد 2011 والإطاحة بالنظام الكوزافي هو بناء دولة وليس مجرد إقامة نظام سياسي وبناء الدولة ليس بالعملية الهينة أيضا أصبحت ليبيا مرتعا لجماعات الإرهابية جماعات تنتمي إلى داعش جماعات محسوبة على القاعدة جماعة أنصار الشريعة في ليبيا هذه الجماعات لا تعمل لأجل الصالح الليبي ولا الشعب الليبي تعمل لحساب أجندات خاصة بها سواء أيدولوجية أو لصالح أجهزة استخباراتية إقليمية ودولية الكل الآن يعمل في ليبيا من أجل الحصول على أكبر جزء ممكن من الكعكة ننتقل إلى تونس تونس أيضا مرت بفترة عدم استقرار وما تزال تعيش فترة عدم الاستقرار منذ العام 2012 عدم الاستقرار ده أدى إلى ركود اقتصادي بالطبع يعني نتائج الانتخابات في تونس تعكس بوضوح حالة أو المزاج العام للشعب التونسي في الوقت الرهن تم انتخاب رجل ينتمي إلى المؤسسة الأكاديمية زو خلفية قانونية يعني أعطى أكبر نسبة من الأصوات حتى الآن في المقابل نبيل القروي رجل أعمال في ليبيا معروف بمشروعاته الاقتصادية معروف بأنه نافس في مجال الإعلام والميديا ومعروف أيضا بمشروعاته الخيرية التي قدمها إلى فقراء الشعب التونسي إذن الشعب في تونس انتخب من بين 24 مرشح تونسي بعد انسحاب مرشحين رجل قانون ورجل اقتصاد كل الذين تولوا مناصب معينة خاصة مناصب قيادية رئيس الوزراء وزير الدفاع وبعض المناصب الوزرية في ليبيا لم يحالفهم النجاح في الانتخابات اسمح لنا توقف لحظات مع فاصل ونعود لاستكمال إجابة ياتك على هذا السؤال فاصل ونعود أعزائي المشاهدين كنت قد سألت الدكتور أيمن شابانة قبل الفاصل عن حالة الحراك السياسي في تونس والجزائر والوضع غير المستقر في ليبيا وتأثيره الاقتصادي على دول شمال إفريقيا يعني سيادة كنت تقول أن الانتخابات في تونس والوضع في تونس يعني فضلا عن أنه غير مستقر هناك ركود اقتصادي بالطبع يعني هل يعقل أن ليبيا التي كانت في وقت من الأوقات الدولة الأولى في أفريقيا من حيث الاحتياط النفطي والدولة الثانية في القرى الأفريقية من حيث إنتاج النفط الآن تراجع إنتاج النفط في ليبيا بنسبة كبيرة من حوالي واحد وستة من عشر مليون برميل في اليوم إلى في بعض الفترات حوالي مئتين واربعين ألف برميل في اليوم هناك سرقة للنفط في ليبيا وليبيا من المعروف أن الاقتصاد الليبي اقتصادي يعتمد بالدرجة الأولى على عائدات تصدير النفط دولة مثل تونس الاقتصاد فيها كان في جزء منه اقتصادا خدميا يعتمد على عائدات السياحة وبعض الخدمات وطبعا كان اقتصادا جاذبا للإستثمارات الأجنبية تراجع الاقتصاد بشكل كبير في تونس وازدادت نسبة الفكر في البلاد نفس الأمر ينطبق على الحالة في الجزائر يعني الجزائر منذ العام الماضي تعيش حالة حراك سياسي اطاحة بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وفي سعي الآن للاطاحة برموز النظام السابق في الجزائر والمعلوم أن الجزائر هي الدولة الأولى في القرى الأفريقية في وقت من الأوقات من حيث انتاج الغاز الطبيعي الآن تراجع الوضع إلى حد ما في الجزائر تحت وطأ الحراك السياسي الذي يحاول منذ فبراير الماضي تأجيل الانتخابات الرئيسية والاطاحة برموز النظام السابق حتى هيئة دعم المصالحة والحوار ما زالت حتى الآن عجزة أو متعسرة في حالة الوضع السياسي في الجزائر لكل هذه الأسباب لا يمكن الحديث عن اقتصادات قادرة على جذب الاستثمار لا يمكن الحديث عن حركة تجارة بينية يمكن الحديث عن زيادة معدلات البطالة يمكن الحديث في بعض الحالات مثل حالة ليبيا عن تراجع دور الدولة والمؤسسات الحكومية عن تقديم الخدمات والمشكلة الأكبر أن هذه الفترة هي فترة ركود وبالتالي لابد من وجود دور للدولة ليحرك الاقتصاد نجد أن دور الحكومات المتراجع خاصة في حالة ليبيا في حالة تونس قد أدى إلى نوع من الزيادة للفكر والرقود الاقتصادي طبعا هذا الأمر أدى إلى خروج الاستثمارات من هذه الدول تأثير على قدرة هذه الدول على دفع عجلة التجارة البينية حتى بعض الدول أصبحت غير قادرة حتى على ممارسة دور إقليمي فاعل هل يمكن مقارنة الحالة الليبيا الآن أو دور الليبيا الإقليمي الآن بدور الليبيا الإقليمي في عهد معمر القزافي مهما كان التحفظ على إدارة نظام القزافي ولكن كانت ليبيا فاعلة في إطار الاتحاد الأفريقي يعني يكفى أن ليبيا كانت واحدة من الدول الخمس الكبار المساهمة في تمويل ميزانية الاتحاد الأفريقي ليبيا الآن لا يمكن الحديث عن دور إقليمي فاعل في ليبيا بالعكس هناك ست دول مجاورة لليبيا هذه الدول الست رغم أنها كمجموعة دول جوار ليبيا تحاول حل الأزمة السياسية أو الصراع السياسي الكبير في ليبيا إلا أنها حتى الآن غير قادرة على فرض تسوية سلمية على الفرقاء السياسيين في ليبيا يعني هل يعقل أن تكون هناك حكومتان في ليبيا برلمانان طبعا كلنا يعلم أن ليبيا الآن تتجاذب قوة دولية وإقليمية عديدة تعرق المصار الحل السياسي في ليبيا حتى بعض النزاعات الجهوية والقابلية 140 قبيلة في ليبيا الليبيون يعني يؤكدون أن ليس القبيلة دور مهم في الحياة السياسية الليبيا في الوقت الراهن لكن إذا نظرنا إلى الوضع على أرض الواقع نجد أن القبيلة في ليبيا ما زال لها حضورها المؤثر على مستوى التوزنات السياسية في ليبيا كل هذا الأمر يفرض على بعض الدول غير المستقرة الآن التي تعتبر مستقرة نسبيا في الإقليم أن يكون لها كلمة في دفع الأمور إلى الاستقرار المسؤولية الآن تقع في أفريقيا على مصر المسؤولية تقع على دولة مثل المملكة المغربية ويتعد أكثر دول المغرب العربي استقرارا من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية وبالتالي هذا الأمر يفرض مسؤوليات مهمة على هذه الدول نكتور سمير راغب يعني مصر نجحت في سنوات قليلة في مكافحة الإرهاب وبالتالي نجحت في تخطي عقبات كثيرة وبفضل الله تمت نجاحات كبيرة في التنمية الاقتصادية يعني كيف ترى الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة ما حدث في مصر فيما يتعلق بالإصلاح السياسي هو الذي أدى إلى الإصلاح الاقتصادي ثورة 36 كانت عملية لاستعادة الدولة الوطنية ما تبحها صغيرا كان في فترة الانتقالية اللي كان فيها الرئيس عفتاح السيسي ووزير الدفاع هي فكرة تهيئة المجال الدستوري والديمقراطي للوصول الانتخابات ودستور جديد أتى بالرئيس عفتاح السيسي الدستور طبعا كان قابله يعني استفتع عليه وحظ بقبول كبير من الشعب المصري ثم استكمال الاستحقات الدستورية ببرلمان ثم دخول في مرحلة إصلاح اقتصادي حقيقي الإصلاح الاقتصادي ده كان فيه إصلاح للهيكل الاقتصادي وكان منها تعويم العملة اللي الحقيقة جذب استثمارات قلل الضغط على فكرة الحصول على الدولار لسلعة طرفيهية كان الدولة بتدعم الدولار اللي هو عملة مش عملتها لكن تعويم الجنية دكتور بعد إذنك يعني تعرض لانتقادات شديدة يعني لأنه أدى إلى من ناحية أخرى إلى زيادة الأسعار ويعني مضاعفته على كاهل المواطن ده حقيقي أنا ما بقولش أنه هو يعني استقبله الشعب بالورود لكن هي الفكرة أنه هو كان إجراء مهم جدا أنا حضر بسلتك مثال أنا حضر بسلتك مثال لما حد بيشترع عربية فارهة بيحصل على دعم على الدولار أضعاف ما يحصل عليه المواطن اللي بيجيب دواء والدولة بالدعم لغاية الأسعار فهي كانت الفكرة المحروقات مثلا سعرها زاد الغاني اللي عنده عربيات زاد سعر للترية كبيرة وعنده أكثر من عربية في الأسرة بيحصل على ألاف الجنهات من الدعم على المحروقات بينما المواطن بيحصل على دعم بسيط سبب في المواصلات أو يملك سيارة صغيرة فكان إصلاح طبعا إصلاح البنية التحتية لمصر كانت البنية التحتية الحقيقة كانت لا تتناسب مع حجم مصر الطرق ما كانش فيه يعني فيه خمس تلاف كيلو طرق تبنى اتعاملوا في الفترة دي الكهرباء كان فيه أزمة في الطاقة أي مستثمر بيروح يستثمر في بلد بيسأل أول حاجة على الأمن طبعا ملف الأمن حصل فيه تطور وإنجازات يعني تحتاج لحلقات والحرار بيسأل على الكهرباء بيسأل على الدولار العملة فيه استقرار والدولار متوفر يبدو أن التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي تتجاوب مع التجربة الاقتصادية والتنمية الاقتصادية في المغرب الشقيق وبما يعود على المواطن يعني المغربي أو المواطن المصري بارتفاع مستوى الدخل يا دكتور أيمن كيف ترى سيادتك برضو نجاح المغرب في إحداث تنمية اقتصادية في السنوات الأخيرة المغرب طبعا هي أكثر دول المغرب العرب استقرارا من الناحية السياسية والأمنية هذا الأمر له اعتبار مهم جدا لدى الحديث عن جذب الاستثمار لدى الحديث عن إمكانيات تعظيم التجارة البيانية مع الدول الأخرى المغرب أيضا عاد بقوة للاتحاد الأفريقي وبالتالي عودة المغرب لاتحاد الأفريقي معناه معناه أن المغرب سينخرط في الاتفاقات الاقتصادية الأفريقية التي من شأنها تعزيز التجارة البيانية أجندة 2063 فيها الكارة الأفريقية اتفاقية إنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية أيضا هناك حديث عن إمكانية انضمام المغرب إلى الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكوس كل هذه الأمور عادت أو دعمت الثقة الدولية في الاقتصاد المغربي وهو يعني اقتصاد أيضا يعتمد بنسبة كبيرة على الخدمات اقتصاد خدمي اقتصاد يعتمد على السياحة ليس اقتصادا ريعيا يعتمد على مسألة تصدير منتج معين مقابل استراض منتجات مصنعة وبالتالي هذا التنوع في الاقتصاد المغربي هو ما ساعد على الارتقاء بالناتج المحلي الإجمالي في المغرب معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الذي يعني أعتقد أنه يدور حول خمسة في المية وايضا ارتفاع نصيب المواطن المغربي من الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز حوالي 3100 دولار سنويا وهو ما يضع المغرب بين مصاف الدول ذات مستوى الدخل المستقر الذي يعتبر من مستوى الدخل المرتفعة والمغرب تمتلك برضو بالمقارنة بألكارة طبعا المغرب تمتلك البنية تحتية تؤهلها لكي تكون قطبة جاذبة للإستثمار في الإقليم المغرب العربي وبالتالي كل هذه الأمور من شأنها يعني أن تنعكس في فعالية المغرب على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمن إذن المغرب قطب اقتصادي كبير في غرب القرى ومصر قطب اقتصادي كبير في شمال القرى وهما دولتان كبيرتان وركزتان للمنطقة ويمثلان بإن شاء الله يعني انطلاقة قوية لنهضة دول شمال أفريقيا في ختام هذه الحلقة لا يسعونا إلا أن نتقدم بوافر الشكر الجزير إلى الدكتور سمير راغب شكرا جزيلا سيادتك وإلى الدكتور أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة شكرا جزيلا سيادتك نلتقي في حلقة أخرى جديدة إن شاء الله شكرا جزيلا سيادتك